بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذه قراءة لذخر المعاد في معارضة بانة سعاد في متح سيد العباد بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من نظم شيخ مداحي الحبيب صلى الله عليه وسلم حامل لواء المديح النبوي الإمام الربني شرف الدين محمد المسعيد البوصري المصري السكندري متفنى المتوفى سنة 696 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه أمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول في كل يوم ترج أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول أما يرى لك فيما سر من عمل يوم النشاط وعما ساء تكسيل فجرد العزم إن الموت صارمه مجرد بيد الآمال مسلول واقطع حبال الأمان التي اتصلت فإنما حبلها بالزور موصول أنفقت عمرك في مال تحصله وما على غير إثم منك تحصيل ورحت تعمر دارا لا بقاء لها وأنت عنها وإن عمرت منقول جاء النذير فشمر للمسير بلا مهل فليس مع الإنذار تمهيل وصم شيبك عن فعل تشان به فكل ذي صبوة بالشيب معذول لا تنكرا هو في الفودين قد طلعت منه الثرية وفوق الرأس إكلين فإن أرواحنا مثل النجوم لها من المنية تسير وترحيل وإن طالعها منا وواربها جيل يمر ويأتي بعده جيل حتى إذا بعث الله العباد إلى يوم به الحكم بين الخلق مفصول تبين الربح والخسران في أمم تخالفت بيننا منها الأقاويل فأخصر الناس من كانت عقيدته في طيها لنشور الخلق تعطيل وأمة تعبد الأوثان قد نصبت لها التصاوير يوما والتماثيل وأمة ذهبت للعجل عابدة فنالها من عذاب الله تعجيل وأمة زعمت أن المسيح لها رب غدا وهو مصلوب ومقتول فثلثت واحدا فردا وحده وللبصائر كالأبصار تخيل تبارك الله عما قال جاحده وجاحد الحق عند النصر مخذول والفوز في أمة ضوء لوضئنها قد زانها غرر منه وتحجيل تظل تتلو كتاب الله ليس به كسائر الكتب تحريف وتبدين فالكتب والرسل من عند الإله أتت ومنهم فاضل حقا ومفضول والمصطفى خير خلق الله كلهم له على الرسل ترجيح وتفضيل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد الحجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل نجل الأكارم والقوم الذين لهم على جميع الأنام الطول والطول من كمل الله معناه وصورته فلم يفته على الحالين تكميل وخصه بوقار قر منه له في أنفس الخلق تعظيم وتبجيل بعد السكينة في سخط له ولضا فلم يزل وهو مرهوب ومأمول يقابل البشر منه بالندى خلق زاكن على العدل والإحسان مجبول من آدم ولحين الوضع جوهره المكنون في أنفس الأصداف محمول فللنبوة إتمام ومبتدأ به وللفخر تعجيل وتأجيل أتت إلى الناس من آياته جمل أعيت على الناس منهن التفاصيل أنباء سطيح وشق وابن ذيزن عنه وقس وأحبار مقاوين وعنه أنباء موسى والمسيح وقد أصغت حواريه الغر البهاليل بأنه خاتم الرسل المباح له من الغنائم تقسيم وتنفيل وليس أعدل منه الشاهدون له ولا بأعلم منه إنه موسين وإن سألته مو عنه فلا حرج إن المحك عن الديناء مسؤول كم آية ظهرت في حين مولده به البشائر منها والتهاويل علوم غيب فلا الأرصاد حاكمة ولا التقاويم فيها والتحاويل إذ الهواتف والأنوار شاهدها لدى المسامع والأبصال مقبول ونار فارس أضحت وهي خامدة ونهرهم جامد والصرح مثلون ومنهدانا إلى الإسلام ما بعثه ده الشياطين والأصنام تجدين وانظر سماء غدت مملؤة حرسا كأنها البيت لما جاءه الفيل فردت الجن عن سمع ملائكة إذ ردت البشر الطير الأبابيل كل نادى وله من جنسه رصد للجن شهب وللإنسان سجيل لولا نبي الهدى ما كان في فلك على الشياطين للأملاك توكيل لما تولت تولى كل مسترق عن مقعد السمع منها وهو معزول إن رمت أكبر آيات وأكملها كفاك من محكم القرآن تنزيل وانظر فليس كمثل الله من أحد ولا كقول أتى من عنده قيل لو استطاع له مثل اللاجئ به والمستطاع من الأعمال مفعول لله كم أفهمت أفهمنا حكم منه وكم أعجز الألباب تأويل يهدي إلى كل رجد حين يبعثه إلى المسامع ترتيب وترتيل تزداد منه على ترداده مقة وكل قول على الترداد مملول وربما مجع قلب به ريب كما يمج دواء الداء معلول ما بعد آياته حق لمتبع والحق ما بعده إلا الأباطين وأما محمد إلا رحمة بعثات للعالمين وفضل الله مبذول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الشفيع إذا كان المعاد غدا واشتد للحشر تخويف وتهويل فما على غيره للناس معتمد ولا على غيره للناس تعوين إن نمر أن شملته من شفاعته إناية لمرء بالفوز مشمول نال المقام الذي ما ناله أحد وطالما ميز المقدار تنويل وأدرك السؤل لما قام مجتهدا وما بكل اجتهاد يدرك السول لو أن كل علم بالسعي مكتسب ما جاز حين نزول الوحي تزميل أعلى المراتب عند الله رتبته فعلم فما موضع المحبوب مجهول على المراتب عند الله رتبته فعلم فما موضع المحبوب مجهول من قاب قوسين أو أدنى له نزل وحق منه له مثفا وتحليل سرى إلى المسجد الأقصى وعاد به ليلا براق يباري البرق هذلون يا حب ذا حال قرب الله كيفه وحب ذا حال وصل عنه مغفول وكم مواهب لم تدر العباد بها أتت إليه وسطر الليل مسدول هذا هو الفضل للدنيا وما رجحت به الموازين منها والمكايل وكم أتت عن رسول الله بينة في فضل يوافق المنقول معقول نور فليس له ظل يراوله من الغمامة أن ناسار تظليل ولا يرا في الثرى أثر لأخمصه إذا مشى وله في الصخر توحيل دنى إليه حنين الجذع من شغف إذ ناله منه بعد القرب تزيل فليت من وجهه حظي مقابلة وليت حظي من كفيه تقبين فليت من وجهه حظي مقابلة وليت حظي من كفيه تقبيل بيض ميامين يستسقى الغمام بها للشمس منها وللأنواء تخجين ما إن يزال بها في كل نازلة للقل كثر وللتعصعي بتسهيل للقل كثر وللتصعي بتسهيل فعجب لأفعالها إن كنت مدركها وأطرب إذا ذكرت تلك الأفاعل كمعاود البرء من إعلاله جسدا بلمسه واستبان العقل مخبول ورد ألفين فيري وفي شبع إذ ضاق باثنين مشروب ومأكول ورد ماء ونورا بعدما ذهب ريق له بكل العيني متهول ومنبع الماء عذبا من أصابعه وذاك صنع به في ناجر النين وكم دعا ومحي الأرض مكتئب ثم انثنى وله بشر وتهليل فأصبح المحل فيها لا محل له وغال ذكر الغلام خصبها غول فبالضراب ضروب للغمام كما عن البناء عزالها معازيل وآض من روض يجيد الوجود به من لؤلؤ النور ترصيع وتكليل وعسكر لجب قد لج في طلب لغزوه غره بأس وترعيل دعا نزال فولى والبوار به من الصبا والحصى والرعب منزول وغيرتا حين أطحى الغار وهو به كمثل قلبي معمور ومأهول كأنما المصطفى فيه وصاحبه الصديق ليثاني قد آواه ماغيل وجلل الغار نسل عن كبوت على وهن فيا حب ذا نسج وتجليل عناية ضل كيد المشركين بها وما مكايدهم إلا الأضاليل إذ ينظرون وهم لا يبصرونهما كأن أبصارهم من زيغها حول إن يخطع الله عنه أمة سفهت نفوسها فلها بالكفر تعليل فإنما الرسل والأملاك شافعها لوصلة منه تسآل وتطفيل معذر من منعت تصديق منطقه وقد نبى منه محسوس ومعقول والذئب والعير والمولود صدقه والضبي أفصح نطقا وهو محبول والبدر بادر منشقا بدعوته له كما شق قلب وهو متبول والنخل أثمر في عام وسر به سلمان إذ بسقت منه العثاكين إن أنكرته النصارى واليهود على ما بينت منه توراة وإنجيل فقد تكرر منهم في جحودهم للكفر كفر وللتجهيل تجهيل قل للنصارى الأولى ساءت مقالتهم فما لها غير محض الجهل تعليل من اليهود استفدتم ذا الجحود كما من الغراب استفاد الدفن قابيل فإن عندكم توراتهم صدقت ولم تصدق لكم منهم أناجيل ظلمتمونا فأضحوا ظالمين لكم وذاك مثل قصاص فيه تعديل منكم لنا ولكم من بعضكم شغل والناس بالناس في الدنيا مشاغل لقد علمتم ولكن صدكم حسد أن بما جاءنا قوم مقابيل أما عرفتم نبي الله معرفة أبناء لكنكم قوم مناكيل هذا الذي كنتم تستفتحون به لو لا اهتدى منكم للرشد ضليل فلا ترجوا جزيل الأجل من عمل إن الرجاء من الكفار مخذول تؤذنون بزق من جهالتكم به انتفاخ وجسم فيه الترهيل موتوا بغيظ كما قد مات قبلكم مقابيل إذ قرب القربان هابيل يا خير من رؤيت للناس مكرمة عنه وفصل تحريم وتحليل كم قد أتت عنك أخبار مخبرة في حسنها أشبه التفريع تأصيل تسري إلى النفس منها كلما وردت أنفاس ورد سرت والورد مطلول من كل لفظ بليغ راق جوهره كأنه السيف ماض وهو مسقول لم تبقي ذكرا لذي نطق فصاحته وهل تضيء مع الشمس القناديل جاهدت في الله أبطال الضلال إلى أن ضلال الشرك بالتوحيد تبطيل شكى حسام كما تشكو جموعه ففيه منها وفيها منه تفليل لله يوم حنين حين كان به كساعة البعث تهويل وتطويل ويوم أقبلت الأحزاب وانهزمت وكم خبى لهب بالشرك مشعول جاءوا بأسلحة لم تحم حاملها إن الكو مات إذا لم ينصروا ميل من بعد ما زلزلت بالشرك أبنية وانبت حبل بأي جرى بمفتول وظن كل مرئ في قلبه مرض بأن موعده بالنصر ممطول فأنزل الله أملاكا مسوامة لبوسها من سكينات سرابيل شك السلاح فما تشكو الكلال ومن صنع الإله لها نسج وتأثيل من كل موضونة حصداء سابغة ترد حد المنايا وهو مفلول وكل أبتر للحق المبين به وللضلالة تعديل وتميل لم تبقي للشرك من قلب ولا سبب إلا غدا وهو متبول ومبتول ويوم بدر إذ الإسلام قد طلعت به بدورا لها بالنصر تكميل سياب بما سرنا الكفار منه وقد أفنى صراتهم أسر وتقتيل كأن ما هو عرس فيه قد جوليت على الظبى والقنار سم مفاصيل والخيل ترقص زهوا بالكماة وما غير السيوف بأيديهم مناديل ولا مهر سوى الأرواح تقبلها البيض البهاتير والسمر العطابيل فلو ترى كل عض من كماتهم مفصلا وهو مكفوف ومشلول كأحرف أشكلت خطا فأكثرها بالطعن والضرب منقوط ومشكول وكل بيت حكى بيت العروض له بالبيض والسمر تقطيع وتفصيل ودخلت بالردى أجزاءهم علل غدا المرفل منها وهو مجزول وكل ذي ترة تغلي مراجله غدا يقاد ذليلا وهو مغلول وكل جرح بجسم يستهل دما كأنه مبسم بالراح معلول وعاطل من سلاح قد غدا وله أساور من حديد أو خلاخيل والأرض من جثث القتلى مجللة والترب من أدمع الأحياء مبلول غصت قلوب كما غص القليب بهم فللأسا فيهم والنار تأكيل فأصبح البئر إذ أهل البواري به مثل الوطيس به جرز رعابيل وأصبحت أيمات محصناتهم وأمهاتهم وهي المثاكيل لا تمسك الدمع من حزن العيونهم إلا كما يمسك الماء الغرابين وصار فقرهم للمسلمين غنا هو في المصائب تفويت وتحصين ورد أوجههم سودا وأعينهم بضمن الله تنكيد وتنكيل سالت وساءت عين منهم مثلا كأنما كلها بالشوك مسمول أبغض بها مقالا قد أجبهت لبن انطفى الذباب عليه وهو ممقول ويوم عما قلوب المسلمين آسا بفقد عمك والمفقود مجذول ونال إحدى الثنايا الكسر في وحد وجاء يجبر منها الكسر جبريل وفي مواطن شتى كما تاك بها نصر من الله مضمون ومكفول وملكت يدك اليمنى ملائكة غر كرام وأبطال بهاليل يسانعون إذا ناديتهم لوغا إن الكرام إذا نودوها ذاليل من كل نضو نحول ما يزال به إلى المكان مجد وهو مهزول بنانه بذن الأبطال مختضب وطرفه بسن الإيمان مكحون آل النبي بمن أو ما أشبهكم لقد تعذر تجبي وتمثيل وهل سبيل إلى متح يكون به لأهل بيت رسول الله تأهيل يا قوم بايعتكم ألا شبيه لكم من الوراء فاستقيلوا البيع أو قيل جاءت على تلو آيات النبي لهم دلائل هي للتاريخ تذين معاشر ما رضوا إني لمبتهج بهم وما سخطوا إني لمثكون وإن من باع في الدنيا محبتهم ببغضه الله في الأخرى لمرذول وحسب من نكدت عنهم خواطره أم متى وعاش تنكيل وتثكيل إن المودة في قرب النبي غنى لا يستميل فوادي عنه تمويل وكم لأصحابين غر الكرام يد عند الإله لها في الفضل تخويل قوم لهم في الوغا من خوف ربهم حسن ابتلاء وفي الطاعات تبتيل كأنهم في محاريب ملائكة وفي حروب أعادهم رآبيل حكى العباءة قلبي حين كان بها للآل تغطية والصحب تخليل ولي فؤاد ونطق بالوداد لهم وبالمدائح مشوف ومشهول فإن ظلنتوا بهم ختلا لبعضهم إني إذن بغرور النفس مختول أئمة الدين كل في محاولة إلى صواب اجتهاد منه موكول يقضي الله أمرا كان قدره وكل ما قدر الرحمن محاول حسب إذا ما منحت المصطفى مدحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحشر تسكية منه وتعدين متحم به ثقلت ميزان قائله وخف عنه من الأوزار تثقيل وكيف تأباجنا أوصافه همم يروق من قطوف العز تذليل وليس يدرك أدنى وصفه بشر أيقطع الأرض ساع وهو مكبول كل الفصاحة يعي في مناقبه إذا تفكرت والتكثير تقليل لو أجمع الخلق أن يخصو محاسنه عيتهم جملة منها وتفصيل عذرا إليك رسول الله من كلمي إن الكريم لديه العذر مقبول إن لم يكن منطقي في طيبه عسلا فإنه بمديحي فيك معسول ها حلة بخلال منك قد رقمت ما في محاسينها للعيب تخليل جاء بحبي وتصديقي إليك وما حبي مشوب ولا التصديق مدخول ألبستها منك حسن فازدعت شرفا بها الخواطر منا والمناويل وفي ضبط ألبستها لم أنتحلها ولم أغصب معانيها وغير مسحك موصوب ومنحول وما على قول كعب أن توازنه فربما وازن الدر المثاقين وهل تعادله حسنا ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول وحيث كنا معا نرمي إلى غرض فحبذ ناضل منا ومنطول إن أقف أثاره إني الغدات بها على طريق نجاح منك مدلون لما غفرت له ذنبا وصنت دما لولا ذمامك أضحى وهو مطلول رجعته فران ذنب موجب تلافي له من النفس إملاء وتسويل وليس غير كلمة ولن أؤمله بعد الإله وحزم منك تأميل وليفواذ محب ليس يقنعه غير اللقاء ولا يشفي تعليل يميل بي لك شوقا أو يخيل لي كأن ما بيننا من شقة ميل يهم بالسعي والأقدار تمسكهم وكيف يعد جواد وهو مشكول متى تجوب رسول الله نحوك بي تلك الجبال نجبات مراسيل فأنثني ويدي بالفوز غافرة وثوب ذنبي من الآثام مغسول في معشر أخلص لله دينهم وفواضوا إنهم نالوا وإنيلوا شعف له من ثر البيت الذي شرفت به النبيون تطيب وتكحيل محلقي محلقي أرؤس زيدت وجوههم حسنا به فكأن الحلق ترجيل قد رحب البيت شوقا والمقام بهم والحجر والحجر منثوم والميل نظرت إن جمعت شملي ببابكا وشفت فؤادي به قوداء شملين أبل من طيبة بالدمع طيبثرا لغلتي وغليلي منه تبليل دامت عليك صلاة الله يكفلها من المهيمن إبلاغ وتوصيل ما لاحظوا صباح فاستسر به من الكواكب قنديل فقنديلوا محمد صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد بعدة خلق كرودة نفسك وسأتعرشكم دا كامتك الاهي نجيم كرودة خمجة مصطفى مورو الجميع وهبلي في مدينته قرارا ويسقن ثم دفن في البقيع وفلي والولدي والمشيخ والمسلمين أمين